سعد المجرد عندي معاها علاقة خاصة لأنني كنت نعتبره بحال ابن ديالي وأنا اللي اللي كنت مشيت أول وحدة اللي مشيت شفته في المستشفى من النتزات اللي اللي جي حملته في الأيدي ديالي ممكن ما كيعرفوهاش الناس وعندي علاقة خاصة مع الوالدين ديالي وبحكم أنني كنت 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 نشتغل مع فنانا نزهر قراجي في فرقة المسرح الوطني كنت أنا العنصور الشاب أنا ذك وتعرفت عليهم وتعلمت معهم أشياء كثيرة وكان محافظين على هذا الصداقة وكنت في باريس في ذاك الوقت اللي كانوا هم تمه ومشيت شفته هم هي ماشي سهلة أنا كانت تكلم على نزهر مشي الفنانة كانت تكلم على نزهر الأم يعني كأي أم غادي تقاس الفلدة لتكابدتها واحد مشكيل إلا وغادي تكون متأطرة وهذا ما غاديش نقدرون نخبيوه لأنه كانت متأطرة بزاف ووحا كانت تخفيدك شوراء الإبتسامة ديالها وأنه الولد والأب دياله توا كان متأطر الله يهدي الصحافة بعد بعض الصحافة وخصوصا بعض المواقع اللي كيكتروف الكلام لأنني كانت تكون قضية بهذا الحجم كان الكريمة الأولى والأخيرة القاضى أخصا نتبعهم مجريات للأحداث مستمعوا الجميع الأطراف وأنا رجعت حزينة لأنني شفت سيمة الحزن في العين ديالهم بما أنني كنعرفهم ناس محبين للحياة وفنانين وكنتمنى تكمل هذا القضية على خير لأن الساعد عنده معجبين وعنده جمهور دياله الخاص وكجميع المغاربة كجميع المغاربة وكجميع المعجبين كانتمنى تكون نهاية سعيدة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تابونا